يعني دائماً هو يلبس الدين أشياء لا علاقة لها بالدين هكذا حدث في العمليات الإرهابية أو باسم الدين في الإرهاب هناك عامل أنت تعتبر مهم في تشكيل سياسات المملكة العربية السعودية أنها الدولة الوحيدة التي لم تتعرض للاستعمار في المنطقة كيف ذلك؟ الاستعمار هو المملكة حالة خاصة حصل في قرن التاسع عشر منافسة بين فرنسا وإنجلترا للسيطرة على البحر الأحمر صحيح على المنطقة كلها لكن كانت السعودية أفقر بلد في المنطقة حتى رواء الكبير أليكساند ديما وصف السعودية كبلد المجاعات فإذن ما كانت طموحة للسيطرة على الداخل لكن على الخارج فقط لهذا السبب أصبح في الاستثناء السعودي واستثناء في السيطرة في الاستعمار الدولي على إفرقيا وآسيا وبقية البلدان في الشرق الأوسط هذا أدى إلى نتيجة النتيجة الصلبية أنه معرفة السعودية التحديث الأوروبي طبعا الاستعمار له نواحي صلبية بالتأكيد لكن التحديث الذي حصل في لبنان أو في مصر هو تحت سيطرة الأوروبيين في تلك الفترة أنه كان فيه اختلاط حتى بكل بشاعة الاستعمار بكل بشاعة الاستعمار إلا أنه أنجز في تلك الفترة بس ما مروجة الاستعمار أبدا لكن في نحية الصلبية أنه معرفة هذه التجربة معاشة هذه التجربة السعودية الناحية الإيجابية بالعكس أنه طبعا ترفي ديش الاستعمار أثر على الشعوب المستعمرة تأثير صلبي خاصة لهويتون على الثقافتون بالعكس السعودية باقيات مثل ما هي والسعودين ما عندهم هالعقد اللي شفنا في بعض البلدنا العربية اللي أدت إلى كوارث من هالإسلام السياسي لا الهوية السعودية مستقلة وما عندهم مشكلة تاريخية أنت تعتبر أنه ما يعيشه السعوديون الآن أمر يستحق أن يشاهد العالم كله لماذا يعد مهم في هذه الفترة برأيك هو لأننا نتحدث عن الحداثة تطور نحو المستقبل عن اختلاف بطريقة الحياة بطريقة العيش أم أن هناك شيء أيضا مثير في سياسات المملكة العربية السعودية الآن عن مستوى الخارجي ومستوى الداخلي السعودية السعودية أول شيء التجربة السعودية الحالية مهمة لأن مع الأسف شوهت حركات الإرهابية صورة الإسلام في الفترة الأخيرة هل هذا واحد من الأسباب التي أدى إلى شيطنة المملكة العربية السعودية مجموعة العربية كلمة شيطنة قوية لكن صحيحة هذه الشيطنة تختفي تدرجيا بس إلا ما تخد وقت نحن شفنا تطوير سريع جدا في السنين الأخيرة في السعودية فضلا لسياسة حكيمة كل الناس يؤيدوا هذه الشرعة لأن البطء صلبي لكن الهرولة صلبي أيضا لازم تكون الشرعة نظامية